نظمت وزارة الدفاع الوطني أمسي الأربعاء لقاء بالنادي الوطني للجيش بابن مستوس بالعاصمة مع ممثلي فئات المستخدمين العسكريين بما فيها المتعاقدين الذين تم إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش لعدز غير منسوب للخدمة وكذا الجرح والمعطوبين منهم وفي هذا الإطار أكدت الوزارة حرصها الدائم على التكفل بين شغالاتهم الطبية والاجتماعية وتسوية ملفات جميع الفئات وعرف اللقاء حضور أعضاء من المنظمة الوطنية لمتقاعدية الجيش الوطني الشعبي وبحسب بيان الوزارة فقد تم تناول اللقاء جملة الانشغالات والمطالب الطبية والاجتماعية وسبل معالجتها وكذا الحلول الممكنة لمختلف الحالات غير المدرجة ضمن مدونة الأمراض المهنية المنسوبة للخدمة وفي هذا السياق طمأنت وزارة الدفاع المعنيين بالمعالجة العادلة والمنصفة لكافة الملفات وتؤكد استعداد مصالحها ومكاتبها المختصة لاستقبال مختلف ملفاتهم وفقا للأطور والقوانين المعمول بها اشتركوا في القناة